طبعا الشي اللي يميز هذا التابلت بالبداية انه هو يشغل لعبة بوب جي والشي الثاني اللي يميز هذا التابلت انه هو السعره 75 دولار والشي الثالث اللي يميز هذا التابلت انه هو الذاكرة داخلية 32 جيجا بايت يعني بيقوصيا اشوف قيمة مقابل السعر ولكن هل انه هذا التابلت ما بيه عيوب لا اكل قطعة موجودة اليوم بها عيوب ولكن العيوب ممكن تخفر بحكم انه بيه مميزات تكون ممتازة مميزات هذا التابلت وبشكل سريع جدا شاشة حجم 7 انش مستغلة الحواف بشكل لطيف اقل من منافسي انعكاس الضوء على الشاشة النفسة اشوفه موجود عليه اللي اعلى والاسفل يخرب لك الالوان بيقوصيا اما ذا تعكس الجهاز على يمين وعليسار تشوف انه محافظ على الوان نفسه بالنسبة تجربة الشاشة فتجربة الشاشة تجربة متواضعة جدا دقة الاجدي فقط ممكن يأثر لك على بعض الالحاب ولكنه اشوفها دقة لا بأس به كتاب لتمنى الفئة الاقتصادية طبعا هنانا يدعم الواي فاي ما يدعم شريحة النانو سيم يعني ما يستقبل شريحة اتصال تقدر تعتمد على البيانات نفسه زاد انه المعالج نانا مذكور فقط قوات كور يعني ما موجود الرقم الخاص به ولكنه هذا المعالج يقدر يشغل لك لعبة بوب جي لعبة بوب جي مو افضل لعب موجود مو افضل تجربة موجودة ولكنه ينطيك بها سلاسة جدا جميلة للاطفال رح تكون مناسبة اما الاشخاص المبتدئين رح تكون مناسبة المحترفين اكيد لا يحتاجون انه هاتف تكون بسلاسة اكبر فرايمات اعلى فهنانا ممكن ينطيك على قد الحاجة بالنسبة لكاميرات هنا نعدا كاميرا امامية وخلفية 2 ميجي بيكسل 2 كاميرا جدا متواضعة تنطيك على قد الاستخدام فقط اما بالنسبة للرام والستور اللي موجود هنا فعدا هنا داكرة 32 جيجابايت على اثنين عشوائية تقدر تسح من خلال الداكرة الخارجية اللي تضيفها من خلال SD لانه مثل ما ذكرت انه هذا التاب تقدر انه انت تضيف لداكرة خارجية اما بالنسبة للبطارية فهي البطارية هنا 2580 ميلي امبير بمنفذ شحن المايكرو مت نعم شحن السريع اشوف حجم البطارية يعني لها بس بي ولكنه مو افضل شي رح تحتاج انه تشحن هذا التاب باستمراره بكثرة طبعا انه رح يكون اندرويد 10 موجود مع الواجهة اللي اشوفها خام بينقاصيا يعني واجهة شركة نوكي ما اشوف انه بيهفد اضعفات جدا كبيرة وما بيهفد ادت او تعديل يفتقد هذا التاب للبصمة نفسه ويفتقد انه الفيس اون لوك يعني اعتمادة رح يكون هو فقط على النمط زائد انه البي اي اي اين او غيره تقدر انه انت تتأمن هذا الجهاز اللي حلو بالموضوع انه هنا عند سماعتين موجودة بالاسفل ينطنك صوت جدا عالي صوت محيطي تقدر تعتمده اليوم بالجيم الحلو انه عندك منفذ الهيتفون جاك هنا تقدر انه تعتمده بجانب الالعاب نفسه وعندك ازهار موجودة بالاعلى لخفض ورفع الصوت وزائد زر الطاقة ما اشوف انه بيه كثير مواصلات نقدر نتكلم بيه ولكنه كتجربة بوب جي اشوف انه بيه سلاسه نوعا ما مثل الهواتف الاقتصادية اما بالنسبة القسم المشاهدة فبالتاب موجود بخلف استاند بهذا الشكل يعني تقدر تخليه حتى يكون هو مكتبي اكثر بالنسبة للتاب شو تقولون يسوه يستحق او لا نترأيكم باسفل التعليقات بالنهاية هذا التاب سعره 75 دولار اشتركوا في القناة